موسيقى نشرة الأخبار نقدمها لكم من شاشة الفجيرة نحييكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والبداية دائما بالعنوين محمد بن راشد يشهد حفل تخريج الدورة السادسة والأربعين من المرشحين الضباط في كلية زايد الثاني العسكرية الإمارات تقدم 20 مليون دولار أمريكي لدعم مشاريع حماية التراث في مناطق النزاع انطلاق مهرجان الأخوة الإنسانية في إكسبو 2020 دبي اهلا بكم شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله صباح اليوم شهد حفل تخريج الدورة السادسة والأربعين من المرشحين الضباط في كلية زايد الثاني العسكرية بمدينة العين والتي تأتي تزامنا مع الاحتفال بمرور خمسين عاما على قيام دولة الاتحاد وكذلك الاحتفال باليوبيل الذهبي للكلية وقد هنأ سموه الخرجين متمنيا لهم كل التوفيق في مختبل مرحلة جديدة ينتقلون إليها لمواصلة جهودهم في خدمة الوطن والعمل على إعلاء شأنه وذلك من خلال انضمامهم إلى صفوف القوات المسلحة الباسلة وأكد سموه أن صرح كلية زايد الثاني العسكرية قدم على مدار العقود الخمسة الماضية رجالا حملوا بكل الإخلاص والوفاء والتفاني مسؤولية الذود عن حياض الوطن وتباري في رفع اسمه ورايته عاليا في كفة المحافل والمناسبات وضمن مختلف المواقف التي أظهروا فيها المعدن الأصيل لأبناء الإمارات ضاربين أروع الأمثلة للولاء والانتماء لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها المعطاء ومؤكدين اصطفاف الإمارات الدائم إلى جانب الحق والعدل ومبادرتها لمساعدة كل من يحتاج يد العون لسيما في أوقات الشدائد والملمات ونوها سموه بعطاء خريج كلية زايد الثاني العسكرية والذي يعد مرآة تعكس الثوابط الوطنية الراسخة التي أرسى أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراء في حب الوطن والبذل بلا حدود في سبيل رفعته وصون كرامته والحفاظ على هيبته وهي الثوابط التي يواصل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله تدعيم أركانها بدعم ومتابعة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لتظل دولة الإمارات عزيزة شامخة وأبية في كل وقت وحين أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم وعضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أصدر المرسوم الأمري رقم أربع لسنة ألفين واثنتين وعشرين بشأن نقل وتعيين مدير للجامعة القاسمية ونص المرسوم على أن ينقل الأستاذ الدكتور عواد حسين الخلف عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة إلى الجامعة القاسمية ويعين مديرا لها اعتبارا من تاريخه استقبل صاحب السمو الشيخ صعود بن سقر القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بقصر سموه في مدينة سقر بن محمد اليوم سعادة سنجاي سوذهير سفير جمهورية الهند لدى الدولة والذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بسعادة السفير متمنيا له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يسهم في تعزيز علاقة التعاون الوثيق بين البلدين الصديقين على مختلف الصعود من جانبه عبر سعادة السفير الهندي عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجير في مكتبه بالديوان الأميري استقبل الدكتورة عائشة حسن اليماحي مستشارة مجلس إدارة شركة ألف للتعليم استمع سموه من الدكتورة عائشة اليماحي إلى شرح مفصل عن منصة ألف الرقمية ومميزاتها التكنولوجية التي تستخدم أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات بهدف توفير أفضل التجارب التعليمية في مدارس الدولة للطلبة والمعلمين وتمكين القيادات من اتخاذ القرار وأشهد سمو ولي عهد الفجيرة بمنصة ألف وأهدافها مؤكدا دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للمشاريع التي تسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية في مدارس الدولة وتعزيز مكانة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية من جانبها تقدمت الدكتورة عائشة اليماحي إلى سمو ولي عهد الفجيرة بالشكر والامتنان لاهتمام سموه بالمبادرة التعليمية المتطورة وتجيع أصحابها على مواصلة الجهود للانتقاء بقطاع التعليم في الدولة أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد على تميز العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند الصديقة التي تقدم نموذجا يحتذى به في العلاقة الدولية جاء ذلك خلال استقبال معالي في مقر الوزارة بدبي معالي بيناري فياجيان رئيس وزراء ولاية كيرل الهندية حيث استعرض الجانبان خلال الاجتماع قوة التعاون القائم بين البلدين والفرص المستقبلية في ظل الجهود المتواصلة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية خاصة في ظل المحادثات الجارية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين حيث تمثل الهند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات خلال عام 2021 افتتح في العاصمة الفرنسية باريس مساء أمس أعمال المؤتمر الثاني للجهات المانحة للتحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع ألف والمنعقد بمتحف اللوفر بباريس برعاية الرئيس الفرنسي إيمانول مكرون والذي قدم كلمة الافتتاح عبر تقنية الاتصال المرئي وشاركت في المؤتمر معالي نورا بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب والتي أكدت في كلمة ألقتها أن الإمارات العربية المتحدة عضو مؤسس لهذه المبادرة الاستثنائية التي تمول عمليات ترميم وإعادة تأهيل التراث الإنساني في مناطق النزاع ونحن فخورون جدا بما حققتهم المبادرة حتى الآن ونأمل أن نرى تحركا دوليا أكبر في هذا الإطار مشيرة إلى التزام الإمارات بصون التراث وحمايته بأشكاله المادية وغير المادية ويهدف المؤتمر الذي حضره أعضاء وشركاء ألف إلى تبني الاستراتيجية الجديدة للسنوات الخمس المقبلة وإعادة تأكيد الدعم السياسي والمالي لهذه المبادرة وقد التزمت دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم مبلغ 20 مليون دولار أمريكي لدعم مشاريع التحالف الحالية والمستقبلية في المنطقة وبقية أنحاء العالم حتى عام 2027 ينطلق غدا في إكسبو 2020 دبي مهرجان الأخوة الإنسانية في نسخته الثانية والذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش بالتعاون مع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية وبحضور الدولي وعربي بارز وبمشاركة الأظهر الشريف والفاتيكان ويستمر لمدة أربعة أيام يأتي تنظيم المهرجان احتفاءا بجهود الدولة في تعزيز التسامح ورؤية القيادة الرشيدة في إعلاء قيم التسامح والأخوة الإنسانية محليا وعالميا والتوعية بثوابت وثيقة الأخوة الإنسانية حيث تعد الوثيقة واحدة من أهم الوثائق في مسيرة البشرية لأنها تؤسس للعيش المشترك بسلام وأمان ولا يخفى على أحد الدور المحوري للإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة في هذا المنجز العالمي فالإمارات تسعى دائما لكل ما فيه صالح البشرية في كل مكان وتجسد سعيها الدائم بأفعال على أرض الواقع تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي أعلنت دبي للثقافة انطلاق موسم دبي الفني 2022 بأجندة منوعة وغنية من الفعاليات الفنية والثقافية على امتداد شهري فبراير ومارس من العام الجاري وتضم نسخة هذا العام مجموعة من المبادرات والفعاليات المميزة يتخللها باقة من الأحداث الإبداعية التي سيتم تنظيمها في جميع أنحاء دبي تحت شعار تجول في عالم الفن والإبداع لتتحول الإمارة إلى معرض فن مفتوح يرحب بكل أفراد المجتمع من الإماراتيين والمقيمين والزوار أعلنت جائزة التمييز العالمي Global Excellence Award ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية عن فوز تطبيق الحصن بأفضل تطبيق ذكي لعام 2021 في فئة الاستجابة لجائحة كوفيد-19 وهذا جاء بين تعاون بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع والمنظومة الوطنية الصحية الحصن والقطاع الصحي ككل بما يسهم به هذا الإنجاز العالمي في تعزيز صورة دولة الإمارات ويعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه في مجال التحول الرقمي كما يرسخ كفاءة الجهود المتميزة المبذولة في مكافحة الجائحة والحد من انتشارها أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 7211 جرعة من لقاح كوفيد-19 وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم حوالي 23.565.034 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 238.26 جرعة لكل مئة شخص كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم عن إجراء 499.836 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية مما ساهم في الكشف عن 2084 حالة إصابة جديدة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة نحو 847.142 حالة كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1067 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض وبذلك يكون مجموح حالات الشفاء 778.163 حالة كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 5 حالات وفاة بالفيروس وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2248 حالة ولا يكسبو حيث أكد كلايتون كامتون المفوض العام لجنح نيزراندا في إكسبو 2020 دبي في تصريحات خاصة لوكالة أنبال إمارات أكد أن المعرض الدولي يوفر منصة رائدة لتعزيز التعاون الدولي مع مشاركة نحو 292 دولة حول العالم تشارك في 192 دولة حول العالم تشارك في الأفكار والابتكارات إضافة إلى تبادل الخبرات واكتشاف أفاق جديدة والتعاون بين الدول من مختلف أنحاء العالم إنه مهم جدًا أن نزيل تشارك في هذه المعرض تشارك في المعرض دعونا نظر إلى من 192 ملتعلقنا بما يشاركنا التلعب عن مركز المعرففة التي أستفترضت لتنقل وإمكاننا تكلم عن مجتمع م وفق بما touchscreen تشعر أو مغتابع حيث إذا كان هذا هو باستفادة قد الاستفادة على استخدام الجمال فريق مجتمع لذلك هذا이었ه جميع مقطع إنه كنت ستحدث لفعل نعطان مجتمع بابتوله. هذه هي جميلة درجة درجة لكي نزالدين أن تتكلمين وما تجعلها. لأول مجتمع في دبيان المنزلين في التالي هو بسبب هذا العديد من المشكلة التي لدينا الناس لدينا الناس لدينا الناس لدينا الناس. ونحن لدينا الناس عام سيشفى صلي عاما في السعود المشكلة بين المنزلين وهي قد يقوم بقى 2.5 مليون دولار في عام لذا هذا مجموعة من المشكلة وهي أيضا مجموعة من لماذا نحن هنا في إكسبو واحدة من الأشياء التي نريد أن نخبر العالم هو ما يجب أن نعطيه في حالة المنزل وإنسانة وإنسانة وطوريسة احتفلت إمارة أندورا قبل يومين بيومها الوطني الفخري في إكسبو 2020 دبي بحضور معالي خفير سبوت زامورا رئيس وزراء إمارة أندورا والذي أشاد بهذا الحدث الدولي الضخم ورؤيته المستقبلية غير المسبوقة كان معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية في استقبال معالي رئيس وزراء إمارة أندورا ومعالي ماريا أوباشفونت وزيرة خارجية إمارة أندورا الذين حضروا إلى مقر إكسبو 2020 دبي ليشاهد احتفال بلادهما بيومها الوطني الفخري وبدأ الحفل في ساحة الوصل بالمراسم الرسمية لرفع علامي البلدين وعزف النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أندورا وفي كلمته أشار معالي رئيس وزراء إمارة أندورا إلى أنها المرة الأولى التي يقام فيها معرض إكسبو 2020 دبي في الشرق الأوسط وتم ذلك بطموح جدير بالثناء ورؤية غير مسبوقة للمستقبل من ناحيته أعرب معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي عن ثقته العميقة بأن وجود أندورا في إكسبو 2020 دبي سيدعم جهود الإمارة في توسيع شراكتها لا سيما في الشرق الأوسط وإفريقيا إلى جانب تعميق الروابط المشتركة مع دولة الإمارات واستكشاف آفاق جديدة للتعاون واحتفالا باليوم الوطني قدم راقصون من فرق مختلفة من أندورا نسخة معاصرة من العرض المسمى تيرا الذي يخلد الذكرى الستمئة لمجلس الأرض سابقا والذي يعرف حاليا بالمجلس العام البرلمان اختتمت تأمس الأول الأحد وبنجاح البطولة الأولى لرماية البندقية والمسدس الهوائي عشرة أمتار من تنظيم اتحاد الإمارات للرماية والتي أقيمت بنادي الذيد الثقافي الرياضي بمشاركة 43 راميا وراميا من مختلف أندية الدولة التفاصيل خلال هذا التقرير تواجى الفائزون في البطولة الأولى لرماية البندقية والمسدس الهوائية عشرة أمتار لفئتي الرجال والسيدات التي أقيمت في صلة الرماية بنادي الذيد الثقافي الرياضي بمشاركة رمات من مختلف أندية الدولة حيث فازت بمسابقة بندقية السيدات ياسمين تهلك وجاءت نور الكتب بالمركز الثاني أما المركز الثالث فكانت من نصيب صالح حسن العلي وفاز بالمركز الأول في مسابقة بندقية الرجال إبراهيم خليل أما المركز الثاني فكان من نصيب سالم راشد اليماحي ونرى سلطان صالح حسن المركز الثالث أما عن فئة المسدس سيدات فازت بالمركز الأول جواهر المازمي وفازت غالية لشهيلة بالمركز الثاني وحصلت مشاعل المازمي على المركز الثالث في حين حصد أحمد الأميري المركز الأول عن فئة المسدس رجال وفاز أمين مثنى بالمركز الثاني أما المركز الثالث فقد فاز عبدالله سيف وتأتي هذه البطولة بهدف إعداد وتأهيل الرماية للمشاركة في بطولة العالم للرماية التي ستقام في جمهورية مصر العربية الشهر المقبل أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية ومنصة الاستثمار الرائدة في الشرق الأوسط ثروة عن توقيع اتفاقية شراكة تصبح بموجبها ثروة الشريك الرسمي للرابطة في مجال إدارة الثروات رقميا وبحسب بيان صادر عن الطرفين اليوم ستمكن هذه الشراكة الرابطة وثروة من القيام بدور فعال في نشر الثقافة المالية وثقافة الاستثمار لدى أنديات المحترفين الإماراتية كما تشكل فرصة للجانبين لتطوير ثقافة الاستثمار والإلمام بالأمور المالية ومناقشة أفضل طرق التعامل مع الأموال نشرتنا مستمرة معكم ونقرأ فيها أيضا التحالف يكبد الحوثيين خسائر فادحة في مأرب وتعز واشنطن تتوعد أفرادا من النخبة الروسية بعقوبات أهلا بكم نفذ تحالف دعم الشرعية 18 عملية استهداف محافظتي مأرب وتعز خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية وأصفرت العمليات عن تدمير 18 آلية عسكرية ووقوع خسائر بشرية في صفوف الميليشيا ويواصل التحالف عملياته العسكرية في عدة جبهات قتلية لدحر الميليشيا ووقف عدوانها على المدنيين وتمكن التحالف أول أمس من قتل أكثر من ثمانين عنصرا حوثيا في عمليات استهداف بمأرب وقال التحالف إنه نفذ 25 عملية استهداف نجحت في تدمير 11 آلية عسكرية وأعلن التحالف السبت مقتل أكثر من 90 حوثيا في مأرب إلى ذلك أتلف برنامج مسام أمس آلاف المتفجرات والعبوات الناسفة جاء ذلك بعد قيام الفرق الهندسية بتفكيك ونزع آلاف الألغام في مدريتي بيحان بمحافظة شبوى وحريب في مأرب زرعتها ميليشيا الحوثي صادق مجلس الأمن الدولي على قرار يقضي بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا لغاية 30 من أبريل القادم وأشار أعضاء مجلس الأمن في القرار إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ينبغي أن يقودها مبعوث خاص مطالبا بأن يعين الأمين العام للأمم المتحدة مبعوثا خاصا على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن وجاء تصويت مجلس الأمن بعد خلافات بين أعضاء المجلس إذ أكدت روسيا أنه من الضروري إدراج فقر التعيين مبعوث خاص إلى ليبيا في أقرب الآجال في حين كان المشروع الذي اقترحته بريطانيا ودعمته أمريكا ينص على تمديد مهمة الأمم المتحدة في ليبيا لغاية منتصف شهر سبتمبر المقبل أعلنت الولايات المتحدة أمس الأثنين أنها أعدت عقوبة تستهدف أفرادا من النخبة الروسية وعائلاتهم إذا غزت روسيا أوكرانيا وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جينساكي أن واشنطن حددت أفرادا ينتمون إلى الدائرة المقربة من الكريملين وفق ما ذكرت وكارت فرانس بريس وأضافت أن هؤلاء الأشخاص كانوا أهدافا للعقوبات بسبب علاقاتهم المالية الوثيقة مع دول غربية جاء ذلك بعد جلسة في مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا الاثنين دعت لها الولايات المتحدة وتبادل فيها مندوب أمريكا وروسيا للاتهامات ولقطة اليوم لأمطار غزيرة وانهيارات أرضية وطرق تتحول لأنهار في مدينة ساوبولو البرازيلية وتشريد مئات الأسر نتابع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بهذا نصل إلى ختم النشرة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر